سباح الخير لكم مجددا أصدقائنا المشاهدين أهلا وسهلا فيكم برفقتنا لليوم مثل ما سبق وذكرنا مشموعة من الديوف رح يكونوا معنا البداية بتكون مع عبير غريب ناشطة في حملة الشط لكل الناس هو فعلا من هذا العنوان منطلق لنقول ايه فعلا شط لكل إنسان شط لكل الناس وكل واحد مننا المواطن بحق له ينزل بدون ما يدفع نيفته على الشط لا يتشمس سعتين هيدا الحديث يلي كنا عم نحكيه نحن وعبير من صفحيك بالخير عبير مجرور شكرا كتيرا أصدفتكم أهلا وسهلا فيك عبير قلنا هيك أنا ويكي تحت الهوى نحن وعم ندردش إنه عن جد شط لكل الناس ليه بدنا نروح أشطوتنا كأنه عم نشحد ليه بدنا نروح نحط المبلغ المرؤوم لنتشمس ساعة وساعتين أنتو هيدا الحملة مش جديدة أنتو بلشتوا بهيدا شي من ثلاث سنين ولكن هلأ من شهرين خبروني شو عملته أوكي هلأ نحن حملت الشط لكل الناس تهدف بداية لحماية الشط وإزالة التعاديات على الأملاك العامة البحرية والملك العامة المبتعرفة هو منه ملك للدولة منه ملك للسلطة هو ملك للعالم ملك للناس الأجيال السابقة الحالية واللاحقة فبالتالي هم الدولة هدفها لازم يكون أنه تحمي هيدا الأملاك وتكون وصية على المحافظة عليها هلأ جمعين نحن إذا بدنا كانوا عم يشتغلوا على حملت الشط لكل الناس وعم نعمل دراسات على الأرض دراسات اقتصادية ثقافية اجتماعية لأهمية الأملاك العامة البحرية فنحن إذا بدك حاليا بصير في حكا كتير عن موضوع الأملاك العامة البحرية بكفر عبيدة وقضاء البترون ومن الشهر صدر قرار بكرمال إزالة التعاديات على شط أبو علي مثل ما بتعرف هناك ما بعرف إذا رايحة من قبل في كياسك مفروض كان كياسك تعمر وهو تعمر لمنفعة عامة مش كرمال يضل هناك فهلأ عم يتحول لشالة وعم يتأجر وعم بيصير في عنا تعديات إضافية وعم بيكون فيه مثل حجب للرؤية عم بيتعمر الجدار بيحجب الرؤية وهذا مخالف لمبادئ أنون البيئة 444 يلي هو بيحمي ممنوع يحجب النظر أي عائق أمام الشخص يوقف على الرصيف فيه وشوف البحر كمان ممنوع يكون في عائق لنفوت على الشط العام كل هذه تعديات عم تصير وصارت بشط أبو علي وقدرنا من شهر أنه يصدر قرار من وزارة الأشغال إلى إزالة هذه التعديات يعني عبير في شغلة نحن دائما منلاحظها كمواطنين وللأسف يعني منحكي عننا متأسفين مش فرحانين كتير أنه حتى لو طلع قرار وكأن شيئا لم يكن مثلا ممنوع تتعدوا على هذا الشط بتلاقيهم بيجوا بيجوا بيحطوا كيوسكيتش وما بدهم بيصبخ خيام بيبيعوا وكأنه ما في شيء كله فالتي يعني أنتوا شو اللي بيضمن لكم أنه هذا القرار رح ياخد مجرى وفعلا رح ينقام هالكيوسك أو هالخيمي ورح يصير الشط للجميع مثل ما هيك لازم بكل بلد يعني هو الاستثمار بكل أشكال ممنوع على الشط مثل ما أننا نحن هيدا ملك عام وهيدا بيحمي القانون في قانون 1925 يليسا در من أيام المفوض السامي بيقول أنه ممنوع الاستثمار وإذا بدي يكون فيه أشغال هذا بيكون أشغال مؤقت فنحن للأسف ما عم بيكونوا الإدارات العامة من الوزارة البلديات المحافظ القائم مقام حتى مفرزة الشواطئ ما عم تتحرك ولا عم تسأل حتى إذا عندك ترخيص ستعمل هيدا الاستثمار ولا لا بس نحن حاليا عم نراهن على إرادة الشعب وعلى إرادة الناس اللي عم نشوف عندهم حماس كتير لأنه هذا المتنفس الوحيد لقاله وهو عندهم ارتباط معه اجتماعي وزبدك تاريخي وطفولي يعني مع الشط فعم تكل على إرادة الناس على حماسهم اللي يعلوا الصوت ويطالبه ويرفضوا هذا التعدي على الشط إضافة إلى أنه نحن عم نشتغل كمانا بالآنون يعني نحن عم نرفع دعاوة على المعتدين وكمان عم نقدم شكاوة للإدارات العامة عبير نحن عم ندرد شوي أنا وياكي بأكيد بالوقت المتاح سريعا قلتي لي أنه والله سحر فيه وعي فيه هجمة الناس بده تغير الناس بده شطوطة وين لمسته هيدا تغيير وين لمسته هيدا الوعي وهل عن جد صار فيه إذا بدك أسبرية جديدة بالتعاطي مع هيدا الموضوع يعني قبل يمكن قدمكين عندنا صايب على رأسنا ما عاد إلنا جليدة هلأ لأ بتحسي أنه حزة الحزة لأنه صار فيه مبالغ مدية كبيرة بدها تندفع إذا الواحد عنده عائلة ولدين فبدوا يحسب ملايين إذا بدوا ينزل فهيدا الوعي كيف تجسد برأيك شو بتخبرين عنه أول شيء مثل ما قلت لك أنه نحن في عنا ارتباط مع الشطو والمدن الساحلية هي من هويتها أنه مرتبطة مع الوحر ومع هذا الشطو فهيدا أولا وثانيا نحن كمانا عم نعمل نقاشات عامة لا نحكي أكتر عن التحديات البيئية والحقوق اللي عنا يهب الأملاك العامة البحرية مثل ما عملنا بكفر عبيدة من شهر تقريبا ومسلا بحملة سيف أبو علي بيتش صار في عناك حملة طويلة عريضة والعالم نزله وصار يستساهر وعم يعملوا مسيرات بخصوص هذا الموضوع ومثل ما قلت لك هذا اللي خلق أنه يصدر هذا القرار وإذا بدك الإصرار أنه يصير فيه هذا التغيير طيب لا نعتبر أنه محضرات شو فيكنت عمله يعني لا نعتبر أنه صاحب هالكيوسك أو هالخيمي أو مين ما كي مرد وضل محله شو فيكنت عمله الأنون معنا بالنهاية والتعادية بدأت تنشال أيوة يعني بدنا ندلنا منصر للتنفيذ فيه قرار صدر وبرجع بقلك ما في حق بيموت وراءه مطالب فهذا الاعتماد ومنشان هيك نحن هلأ في نهار الأحد في مسيرة منظمة بأربح زيران الساعة 11 الصبح ومسيرة رح تمرق على بكل التعديات ابتداء رح تنطلق من تحوم وصولا لشاط أبو علي مرورا بكل التعديات يعني مثلا عندك مرشاء على البحر يعمل كياسك على الشاطئ اللي هو هيدا أول شيء عم يشكل عائق عائق عليه على المواطن واللي هو حق المواطن أنه يقدر يعني وحدة الشاطئ إذا بدك يمشي من الشمال لبنان للجنوب لبنان من دون ما يكون فيه أي عائق أمامه فهيدا عم يخالف الأنون الأملكة عامة البحرية كمانا ممنوع نعمر عليه هيدا ممنوع الاستثمار كمانا بالأنون فمن هونيك رح نبلش مرورا بأزول بلوية اللي كمانا عم يخالف عم يعمر منتجعات عم بيستغل للأنون لهذا الموضوع هلو أن احنا منحكوا بالموضوع ملتك أنه هيك عادة أنه مثلا بتقول لي عابير عم بيستغل للأنون معمري أنه عادة القصة في التاري ولا عينة كات إيه ولا رائيب وإذا رح تلتيله بيزعل منك بيغضب أنه أنت شخصك يعني ليكي نحنا وين عيشين عن جد لأ ففدنا كتير نزيدة بس بتزعلي بتزعلي لأن هيدا حق مكتسب هيدا ملكك شطك ما حدا له عليك يجي يمنعك تنزلي بس هل أنتو رح تكتفيوا بمنطقة معينة عابير ولا نشاطكن رح يمتد إلى مختلف المناطق اللبنانية لي كمانا شطوطة مصادرة للأسف فهلأ حاليا يعني عم بيكون موضوع كفر عبيدة وتحوم عم بيكون على دجة بس قبل كمانا كنا عم نشتغل على الرملة البيضة يلي كمانا عافليا تعديات وعليا مخالفات وتذكر موضوع الإيدنبي من فترة وكمانا توقف كان فيه مشروع أكبر بكتير وقدرنا أنه نوقفه طبعا هيدا الموضوع نحنا حملينه من قبل وهيدا الحمل مش بس لمنطقة واحدة الشط لكل الناس مية بالمية عابير قدي كمانا كان فيه منادات لعدم رامي النوفيات على شط البحر لأنه بيوجعك قلبك لما تروحي على غير بلد بتلاقي شطوط مثل الثلج نظيفة بتجي لهون بتلاقي بس هون الحلوة عندك كليكشون فيك تعمل تبولي أنت وقعدة يعني عندك الليون عندك البقدون ليس عندك النعمة عندك الأنينة يلا أنه كله عادي فينا نقول بلشوا الناس يوعوا شوي أو صارتها القصة عم تنحسر شوي ولا بعد عنا زيت المعاناة بعد القصة بيجوا بيعملوا بيكنيك على الشطو بيتركوا كل شيء وبفلو هيدا بيعتمد على قداء السلطة المحلية عبر البلديات وعم بتقدر تضبط هيدا الموضوع يعني بغياب البلديات بغياب هيدا الرقابة على الشطوط أكيد بدي ضال في عندك مخالفات فنحن طبعا بدنا نعتمد على الوعي اللي ناس بدنا نراهن عليه بمحلات معينة بس كمان في قنون لازم يتطبق في عندك وزارة بيئة لازم كمان تكون عام تتابع ومترائب حماية الشواطئ لأنه هيدا بتشكل ايمة بيولوجية وإيكولوجية ومعروفة يعني منطقة مثلا كفار عبيدة من أول عشر مناطق بهذا التنوع ففي عنا شغل مع البلديات بدي يكون لحماية هذا الموضوع النفايات مش لأنه كله بيكبوا على كله يعني البيئة بيقلك لأ وزارة السياحة السياحة بيقلك البلدية البلدية بتقلك أنا مش عم بيمولوني الدخلية يعني بليز قلولنا مين يعني ياريت بتقولولنا مين لازم هو يكون مسؤول لينظف هاشطوط يعني لا أكتر ولا أقل درستوا قصة البلديات يعني هل ممكن عبركم كناشطين وكهل قدم حماسين تضغطوا على كل بلدية بلديتها بس يهتموا بهاشطوط ضمن نطاق بلديتهم بش نطفوا لبنين كله بس بالقليل هالكمشات يلي هو داخل نطاق البلدية ممكن خطوات كن تعطي ثمارة أكد هلأ أول شي خليوني نشيلوا هالتعديات يعني خليوني نباليش بحماية هاي دي الشطوط والشطوط العامة يلي بعدها عامة طبعا لازم ينضغط على البلديات والمجتمع الأهلي بكل منطقة برجع بليك هو اللي بيضغط وهو يلي بيقدر يلزم البلديات والمسؤولين والنواب المنطق أنه كمانا عندهم دور بحماية هاي دي السروة يلي نحن متجاهلينه أكيد شط لكل الناس شو بعد حاطين مشاريع براسكن غير قصة أنه فعلا يكون الشط لكل لبناني تقوموا فيها من هلأ لنهية الصيف مينموم يعني خلينا نحكي نحن هلأ الوقت اللي جاي من هلأ لإخير الصيفية هلأ مثل أنا في عنا مسيرة نهار الأحد بتمنع على الكل يعني مش بس هالي قضاء البترون كل اللبناني يشاركونا ويدعمونا وكمانا في عنا بكرة 2 حزيران الجمعة في عنا ونقاش عام بقاعة الرعية بتحوم لننقش موضوع التحديات البيئية بتحوم ونصالت ضوء أكتر على التعديات والمخالفة العمد صرفة هلأ حاليا هولي هولي البروجيات عبير قدي الوعي هوني بيلعب دور حلقاتكم الأعلمي وزهوركم الأعلمي الوعي عند الناس يعني مثل ما بنقول بليز ما ترمون نفايات من شباك السيارة ما هادي سقافة هادي تربية يعني بتعرفي الشعب كيف الأسفري تبعه وكيف أخلاقه من خلال السير ومن خلال النظافة يعني يا بتعرفي انه هيدا شعب متحضر يا شعب متخلف اذا شفت واحد هيك قدامك ما سفتح شباك وكب موزي ما بتقولي ايه مهدوم ما اهدم ولا بتقولي يعيب شو مشو هالشعب انطلاءا من هوني قداء انتو بتلعبوا اذا بدك على هيدا الظهور والاطلالات الاعلمية لتوصفوا الرسالة وفعلا توصل للمتلقي ان كان بالبسار ان كان عشطوت ان كان وين ما كان ما ترموا نفاياتكم هيدا بلدكم منعتبر انه وقتها نقدر نشرك العالم ونشرك الناس بهيدا المواضيع الاساسية واللي بتهم الكل وبتهم الرأي العام نقدر نشركهم بالنشاطات نشركهم بالنقشات ساعتا بيحسوا انه هنه انفولف انه هيدا واجب عليهم يعني مش كله نحنا اكيد عننا حقوق كتير وحقوق مثل ما بقول ما هدورة بهالبلد بس كمان في عنا واجب بس نقدر نشرك الناس بالنشاطات نحسسوا انه هيدا هيدا انتو عم تحموا بيئتكم عم تحمو شطكن من خلال هيدا من خلال هيدا التصجفات فبالنهاية بدك تلاقي طريقة لحسوا حالا انه لا لقلهم وهيدا حقهم هيدا ملكهم وهيدا ملكك مثل بيتك يعني مثل البيت بتحافظ عن اضافته زيت الشيش اولك قلة الشعور بالانتماء وقلة الشعور بالوطنية بيخلونا نتصرف هيك على هواينا هلأ مصبت بيقولوا لك ما في دولة طيب ما في دولة نحنا مزيد الطين بله إذا ما في دولة يعني كنحنا كأفراد منزيد على بلدنا فهون قدي لازم هيدا الشعور بالانتماء وشعور بالوطنية نحنا نحسه لنقدر منموم نحافظ على بلدنا مثل برحات او مثل على البيت البيت انت بتحسن هيدا لقلك هيدا ملكك صح ذات الشيء متنتمي له فانا يعني طبعا في عنا قلة هيدا الشعور بالانتماء والوطنية للأسف يعني بسبب الظروف السياسية اللي عم تأثر على هيدا هذا الموضوع إضافة إلى كمان عدم تطبيق الانون واعتبار أنه كل شيء مباح هذا بيخلي أكتر أنه حس المسؤولية يقل عند كل عند المواطن عبير هيك بنهاية لقاءنا شو بتحبي تقولي لك الأصدقاء أنا المتابعين بترجع بتذكر يوم بالإيفانتيا اللي بدو سير وشو بتتمني عليهم لنذكر أول شيء في بكرة نقاش عام بتحوم عن التحديات البيئية بتحوم الساعة سبعة بقاعة الرعية وإضافة إلى مسيرة النهار الأحد أربع حزيرا تدعا من الساعة أحد عشر نبتد من شرط تحوم وصولا ل شرط أبو علي مرورا بكل التعديات رح نكون عم نشرح عن هالتعديات وليه ليه هالتعديات فهو بتمنى على الكل إنه إذا منا نقدرين يشاركوا ينشروا هيدا الدعوة ويتابعونا على السوشيال ميد اللي يعرفوا التطورات اللي عم تصير ونحنا إن شاء الله متفقلين بالخير لأنه مثل ما تلك في شرط أبو علي قدرنا هيدا القرار إنه يستور وبعد آله يومين ولازم إنه ينفذ فمتأملين بالخير إنه إن شاء الله بإرادة الناس وبذات الوقت الشغل عبر الأنون ومراعاة الأوانين منقدر إنه نوصل لهدفنا إن شاء الله يا رب عمهير غريب ناشطة في حملة الشط لكل الناس إن شاء الله هيك على إيديكم يصير الشط عن جد لكل الناس وننزل نتمتع بجمال بلدنا ما نقرف نقول يا الله كبير النفايات وما نقول يا الله مستوليين على كل الشط لأ نحس هيدا عن جد حقنا ونعيش بحقنا بهيدا البلد أهلا وسهلا فيك شكرا أصدقائنا المشاهدين نحن منروح بريك صغير ونعود لين ويتابع معكم مباشرة على الوقت ترجمة نانسي قنقر